وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون لا شك أن مجتمعنا الإسلامي الذي يعيش في هذه البلاد يمر بمرحلة انتقالية مرحلة كان يعتبر نفسه فيها مهاجراً ماراً عابراً إلى مرحلة التوطين والاستقرار واتخاذ هذه البلاد له وطن وكنت قد خطبت في السابق عن أننا نحتاج إلى أمرين أساسيين حتى نعبر هذه المرحلة ونصل إلى التوطين الحقيقي الأولى تتصل بفقه هذه المواطنة وفكرها والثانية هي مرحلة اكتمال المؤسسات التي تحقق لنا المواطنة بمعناها المتوازن الحفاظ على هويتنا وفي نفس الوقت التفاعل مع المجتمع من حولنا أما الفقه والفكر الذي يجب أن يناقش لهذا الأمر فالخطبة فيه موجودة يمكن أن تعودوا إليه ولكن المؤسسات التي نحتاجها أكثر من أن تحصى من المساجد أولاً مراكز الشباب ثانياً المدارس مؤسسات حقوق الإنسان مؤسسات قانونية مؤسسات تعليمية كل هذه المؤسسات على مجتمعنا المسلم أن يقوم على إيجادها وتفعيلها وتطويرها وتحسينها حتى نصل إلى مرحلة نكون فيها جزء أصيل في هذا المجتمع يشارك في بنائه بالمؤسسات وليس فقط بالمجهود الفردي لكن لا شك أن أول ما نبدأ به دائماً تكون المساجد لأن التفاعل مع المجتمع والمشاركة في المجتمع لا بد أن يسبقها بيقين الحفاظ على هويتنا الإسلامية وأنا أركز على هويتنا الإسلامية وليست هويتنا القومية كانت عربية أو غير عربية أو قطرية إنما يجب أن نركز على هويتنا الإسلامية لأنها من فك أن يكون بيننا جيل أو اثنين أو ثلاثة على أقصى حد لن نكن معهم إلا الهوية الإسلامية إن حافظنا عليه لأن الإنسان ابن بلده التي يولد فيها إذن الحفاظ على الهوية يجعل المساجد في المقام الأكبر والأعلى ولكن في الفترة الأخيرة دار نقاش داخلي بيننا نحن المسلمين هل أصبح عندنا الكفاية من المساجد ويجب أن نتجه إلى المدارس والمراكز الشباب وغيرها واتجه الناس في آراء مختلف كثير يقول نكتفي هكذا بالمساجد ونتجه إلى المدارس ومراكز الشباب أقول أن التعميم هنا لا يجوز لأن قد يختلف الأمر من مكان إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى فإذا كانت هناك منطقة فيها مجموعة من المسلمين ليس فيها مسجدا فلا كلام فيها لا عن مدرسة ولا عن مركز لا بد أن تبدأ بالمسجد وإذا كانت هناك مكان آخر عنده الكفاية من المساجد قد يفكر في المدارس والمراكز وبقية المؤسسات على التوالي إذن تعميم الأمر لا يجوز ولكن إذا أردنا أن نتكلم على الوضع العام على الوضع العام هل الحاجة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية كلها إلى المساجد بشكل عام أصبح يحتل مرتبة متأخرة بعد هذه المؤسسات سواء كانت مدارس أو غيرها يمكن أن نقول نعم ويمكن أن نقول لا ولكن لابد أن نبني كلامنا وأراءنا على حقائق يجب أن تكون بين أيدينا فما هذه الحقائق؟ هذه الحقائق أن المساجد لا تلبي حاجات المجتمع المسلم حتى يومنا هذا وسأذكر لكم ذلك من خلال دراسات وإحصاءات تمت في خلال العشر سنوات الأخيرة المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى سنة 2000 إلى سنة 2000 كانت 1200 مسجد 1200 مسجد يرتادها في صلاة الجمعة يرتادها في صلاة الجمعة حوالي نصف مليون انتبهوا الآن المساجد 1200 في سنة 2000 يرتادها في صلاة الجمعة اللي هو أكثر تجمع نصف مليون آخر إحصائيات سنة 2012-2011 المساجد وصلت إلى 2120 ما سيشد إذن يمكن أن نقول أنها تضاعفت 100% عدد المساجد في 11 سنة لكن انظر يرتادها الآن حوالي ثماني مئة حوالي مليون وثماني مئة الآن معنى أن الزيادة في عدد المصلين في الجمعة ثلاث مئة في المئة والمساجد مئة في المئة يبعين دي عجزة 200 في المئة ولذلك اضطر جميع من المساجد إلى أن تتم الجمعة عندهم مرتين وثلاث مرتين وثلاث عندنا في مسجدنا مثلا حتى ثلاث سنوات مضت كنا نكتفي بجمعة واحدة وكانت تكفي الجميع الآن جمعتين ولا تكفي جمعتين ولا تكفي أغلب المساجد الآن ثمانيين في المئة منها تقوم بجمعتين وثلاث ولا تكفي الأمر الأهم من ذلك أن بناء المسجد من بعد سبتمبر 11 حتى الآن في خلال الأربعة عشر سنة الماضية قبل سبتمبر 11 كان مجرد تجد المبنى تبدأ فيه وتجري في الإجراءات وتمشي الأوراق بشكل سلس وطبيعي الآن لا الآن أصبح المحظوظون في أي جالية أو في أي مكان من يأخذ منهم الترخيص ولا يستطيع استخدام المبنى بعلى الأقل من سنتين لثلاثة وأحيانا أربعة سنوات وهم يدفعون أموالا طائلة للمحامين ويحشدون المجتمع حولهم ويذهبون إلى الهيرينج بورد بلان والزونينج إيريا وأحيانا تصل إلى المحكمة وتجلس في المحكمة وقت طويل جدا حتى يأخذ الترخيص فأصبح إضافة مسجد في مبنى لم يكن مسجدا من قبل أمر في غاية الصعوب أحد الإخوة تكلم مع إحدى المدن يطرح فكرة أنه يعني هناك مكان يمكن أن يحول إلى مسجد والرجل أراد أن يريحه قال إحنا عندنا المدينة عندنا لا يمكن هنحول بلدينج من منظور يعني اقتصاد يأتي لنا بدولار واحد تاكس يعني إلى نان برافت أرجونيزيشن نهائيا فإبحثوا عن مكان يكون هو في الأصل نان برافت أرجونيزيشن تاخدوه غير كده إنسى إن إحنا نوافق نهائيا فأصبح من الصعوبة أن تضيف مسجدا يعني الألف ومثين مسجد أو الألف اللي بعد سفتمبر على مستوى الويات المتحدة الأمريكية الزيادة لن تكون بنفس المعدل الزيادة الآن لن تكون بنفس المعدل لهذه العوائق إما عوائق إدارية كما قلت أو عوائق من المجتمع الذي يحيط بمكان الذي تريد أن تأخذه أحياناً بتكون عوائق سمعة المساجد الموجودة الآن سبب فيها يعني مثلاً تجد في كثير من الأسباب يقولوا المشكلة في الترافك مثلاً في الجماعة دولاً ما بيأخذوا ما بيهتموش بقضية الباركينج يعني بيأخذوا بيسيبوا الناس تدور على الباركينج فالبالدينج ما بيأش في الباركينج ولذلك عادت من الأشياء اللي يدققوا عليه إذا ما كانش عندك الباركينج كفاية لن يعطوك ترخيص هذه كلها ترصبات من الماضي هذه التوعيق حركة هذه المساجد في التواجد ثم إذا دخلتم أنتم للبحث كيف ينظرون إلى المساجد هذه تشيب لها الرأس كيف ينظرون إلى المساجد بالذات الجناح اليمين المتطرف هذه يشيب لها الرأس ستروا مقالات ومحاضرات وبحوث وتعديقات وعلى المساجد يشيب لها الرأس لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون المساجد هذه ستكون بؤر يعني للإرهاب والكذا وكذا وتحقيقات مستمرة على المساجد لذلك الآن في حوالي أكثر من سبعين مسجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية على إحصائات مركز جالوب أكثر من سبعين مسجد معلق له الترخيص يعاني صعوبات الآن في الوقت الحالي نحن في الآن في حوالي سبعين مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية معلق له الترخيص كل هذه الأشياء تجعلني أضع المسجد في الأولوية الأولى لماذا؟ لأن بقية المؤسسات لا تأخذ هذا الجهد ولا تجد معارضة بهذا الشكل في المجتمع ولا في الإدارات السياسية يعني في الموجودة في البلاد يعني اليوم تقول له أفتح مدرسة ما عنده مشكلة تفتح مدرسة لأنك بتخفض عليه الضرائب وبتأخذ أولاد من البابليك سكول بتخفض السيرفز بتتولى أمره هيساعدك إلى حد ما حتى تقول له مركز شباب ما في عنده مشكلة مساجد أصبح كلمة المسجد في حد ذاتها توجد عنده نوع من الحساسية المفرطة إذن هذه تجعلنا نجعل المساجد في المقدمة ولذلك أنا أقول إذا يوجد أي مكان يمكن أن يكون مسجداً لا يجب أن نتأخر إن لم يكن لنا اليوم فليكن لمن يأتي من بعدنا وإذا كان معنا مسجداً إذا كان معنا مسجد يجب أن نحافظ عليه ومعنى أن نحافظ عليه لا نحافظ عليه فقط بالإنفاق عليه وبأن يقوم ولكن نحافظ عليه من جيرانه ما معنى أن نحافظ عليه من جيرانه يعني لا يجب أن يكرهنا الجيران لأن في مرحلة من المراحل قد لا يكن عندهم صعبا أن يغلقوا مسجدا مفتوحا لا يمكن أن يحدث ندعو الله سبحانه وتعالى أن لا يحدث هذا ولكن يجب على المساجد أن تخرج إلى الجيران أن يصل للجيران منها خير بالذات احنا الحمد لله أغلب مساجدنا في أماكن متوسطة يعني مساجدنا ليست في كوميونيتي غني ولا شيء المساجد نفسها يعني المبنى بتاع المسجد نفسه ريت الإخوة تتقدم سعوا إخوانكم إن شاء الله فلماذا لا نفعل أشياء من الفلي ماركت وهذه الأشياء يستفيد منها الناس التي حولنا الكميونيتي التي حولنا تستفيد منها لا بد أن يصل إليهم من المسجد خيرا خير مش دائما عندهم مشكلة يوم الجمعة وعندهم مشكلة في رمضان بس هذا اللي يشوفون مننا لا يجب أن يصلهم منا خير أن نصل إليهم نصل للناس المحتاجة نعطي مساعدات يجوز في هذه البلاد وأدي على مسؤوليته أن يعطى لغير المسلمين وبخاصة من جيران المسجد من زكاة المال من زكاة المال هذا كان رأي سيدنا عمر كان يقول زكاة المال لأهل ملتنا وأهل ذمتنا طبعا وأهل ذمتنا معناها غير المسلمين في الدولة الإسلامية فإذا كان هذا كذلك فيمكن لغير المسلمين الذين نعيش معهم حتى ولو كان في دولة غير إسلامية حتى نوفق هذه الروابط الإنسانية بيننا وبين الناس ويعلموا أننا مصدر خير إذن المسجد في غاية الأهمية وفي غاية الخطور أنا لا أحتاج أن أقول لكم أن المسجد هو العصمة الحقيقية لأولادنا قبل كل شيء قبل أي شيء آخر يمكن أن يكون فليكن هذا أن يكون المسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقبل النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اختار أن يكون أول مؤسسة للمسلمين في الأرض المسجد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة ثم النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة من رحلة شاقة مخيفة مرعبة وكان الأصل أن ينساق خلف من يتنازعون على ناقته كل يريد أن ينال شرف نزول النبي صلى الله عليه وسلم على بيته فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها يقصد الناقة فإنها مأمورة فظلت الناقة تسير حتى بركت في مكان المسجد وليس المكان الذي سيستريح فيه النبي وبعد أن سأل عن المكان وعرف أنه ليتيمين واشترى منهم المكان عندها بدأ النبي يذهب مع أبي أيوب الأنصار إلى بيته ليستريح من عنائصة بعد أن حدد المسجد ثم بعد ذلك كان أول عمله أن يبني هذا المسجد وظل حياته كلها ونقل عنه ذلك الصحابة واتبعوه فيها والتابعون كان لا يخرج إلا من المسجد في سفر ولا يعود من سفر إلا إلى المسجد ولا ينزل في مكان إلا لمسجد وكان لا يقصد قباء إلا للصلاة فيه إذن المسجد يلعب ضر أساسي في حياة الأمة المسلم وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش موته ماذا قال وصّى الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يقول سيدنا أنس راوي الحديث ظل يحجرج بالصلاة يعني بدأ صوته يتحاجرج بها بطلوع الروح وهو يقول الصلاة النبي هنا عندما يقول الصلاة إنما يقصد أيضا المسجد والحفاظ على الصلاة فيه لأنه لن تقوم صلاة فردية في البيت ما لم تقوم الصلاة في المسجد إذا لم يتعلم الولد والرجل والمرأة الصلاة في جماعة في المسجد وكان له مسجد فلن يصلي في البيت لن تكون له صلاة في البيت آخر ما وصّى به النبي المسجد الصلاة وأنا أقول أن الولد الذي ينشأ في المسجد ويتربى في المسجد ويصلي في المسجد لا خوف عليه ولو تخلل حياته انحرافاً أو خروجاً عن الطريق المستقيم سيعود بإذن الله هذا يقين والله الولد الذي ينشأ في أحضان مسجد ويتربى فيه ونأتي به إلى المسجد ويصلي في المسجد لا تخاف عليه لا تخاف عليه حتى ولو تخلل في فترة من فترات حياته شيء من الانحراف أو الخروج عن الطريق سيعود بما زرع فيه وبارتباطه بالمسجد لأن إذا ربي في المسجد سيرتبط به ارتباطاً كبيراً حتى في بؤرة الشعور حتى وقت انحرافه لو لم يفكر في المسجد ولا في الصلاة هي في بؤرة شعوره في وقت معين ستستحضر ستحضر وسيأتي إلى المسجد أتمنى في اليوم وهذه قلتها في مواقف ومواطن كثيرة أتمنى اليوم الذي يأتي فيستطيع أبناؤنا وبخاصة في سن الميدل سكول اللي هم سن عشر سنين وحداشر سن وتسع سنوات أن يكون المساجد قريبة منهم حتى يمشون إليه أتعلمون شيء ما حسدت أمة على تشريع في دينها لأن الله أكمل لنا الحمد لله الدين وأكمل لنا التشريع وإني أفتخر بشريعتنا وبديننا ولكني قد أحسد أحياناً الشريعة اليهودية أنها تجعلهم دائماً على مسافة من المعبد لابد أن يمشي إليه لأنه لا يستطيع أن يستخدم شيئاً يوم السبت ولذلك إذا وجد المعبد وجدوا جميعاً على مسافة مشي من المعبد هكذا وذات مرة كنا نرى معبداً كان عرض للبيع فسألت الرجل ماذا ستفعلون يعني في الناس اللي هنا إلا حوالين المعبد هنا يعني بعد ما تمشوا من هنا ماذا سيفعلون هذا يصلوا الزيوم السبت فضحك الرجل وآجابني وقال نحن لا ننتقل إلا إذا تأكدنا أن آخر واحد موجود في المكان الجديد لا ننتقل إلا إذا تأكدنا أن آخر واحد موجود في المكان الجديد أنا أتمنى أن يأتي اليوم الذي يذهب أولادنا في سن العاشرة والحادية عشرة إلى المساجد دون أن يصطحب أبويه بسبب بعد المسجد لأنه ليس لا يستطيع أن يأخذ سيارة ولا يستطيع أن يأتي المسجد بل ولد في الهاي سكول بسم الله ما شاء الله أطول من أبيه ولا يستطيع أن يأتي إلى المسجد لماذا ينتظر أبا أو أمه تأخذه إلى المسجد لو انشغل يعني هو لا يأتي إلا في الويك اند فإذا انشغل في الويك اند قد يمر عليه الشهر والاثنين لا يرى المسجد بعينه هذا الوضع لا يجب أن يستمر إلى مال نهاية يا إما نحن نلتف حول المسجد أو ننشر المساجد في الأماكن حتى اقترحت على إخوة كثر في بعض المدن إذا كان عندكم أكثر من عشر عائلات أو خمستاشر عائلة اتخذوا مصلى وليكن لكل مجموعة مسجد جامع يعني مثلا الكوينت هنا يكون هذا المسجد الجامع مثلا بالنسبة له ثم يكون هناك مصليات يستطيع الأولاد أن يذهبوا إليها كما يذهبوا إلى مدارسهم هذا ما يجب أن نعلم ومع العلم أن الإحصائيات الحالية تقول أن المساجد في صلاة الجمعة وبهذه الأعداد وبهذا العدد من الصلوات في صلاة واثنين وثلاثة ما زلنا لا نستوعب أكثر على أكثر تفاؤل من عشرين لثلاثين في المائة من إجمال المسلمين يعني المسلمين دولها يفضلوا بعيد كده شردين عن المسجد بإيض حياتهم أكيد بينهم إن شاء الله ناس بتقترب من الدين كل شوية يعني وبالذات مع الأزمات اللي عادة تحصل فالناس دي لما تيجي وعايزة تيجي المسجد أين يذهبون وأين المساجد التي تستوعبهم إحنا لا نستوعب حتى لا أكثر من عشرين لثلاثين عشرين لثلاثين يعني لو لو نص المسلمين وهذا المسلمين بطبيعته بيحب دينه يعني يعني في يوم الآن يرجع لدين فلو نصف المسلمين حاب يقووا إلى المساجد إذن الموجود الآن يحتاج يتضاعف مرتين الموجود الآن يحتاج يتضاعف مرتين نجب أن ننظر إلى الأمام فالمساجد ما ذلت هي العمود الفقري بقية الأشياء يمكن التغلب عليه يعني لو أنا بتكلم على مراكز الشباب في غاية الأهمين لكن إحنا في مجتمع فيه من الإمكانات الكبيرة التي تضار بأموال الضرائب أموال التاكس سواء كانت ولا البويس كلاب ولا الجرلس كلاب ولا في الستي في الأشياء هذه إنت محتاج إلى واحد بس يفكر يحط برامج للشباب ويستغل وهم بيفتحوا لك ما عندهم شيء وإحنا بندفع تاكس كأعباء عيس تستفيد من هذه الأشياء بيعطوك التازم بالرولز اللي هم بيحطوها بيعطوك وأولادنا يخرج وروحه في كل مكان اذهب البلد ملكك كلها كما قال ابن أحد الأغذياء لابن أحد الفقراء إن أبي ترك ليه بيتا وسيارة وكذا وكذا قال لا ما لا ترك لك شيء الثاني بقى لم يرش شيء قال ترك ليه الدنيا كلها أرتحل فيها حيث أريد أبويا سابل الدنيا كلها كل الدنيا حوالينا استغلها فقط بس واحد يكون بيعرف يفكر حط برامج ويحط خطط ويأخذ الشباب ويطلع هنا وهنا وهنا ما في مشكلة زبا ترانس بورتيشن وهذه الأشياء لكن المسجد ما نقدرش ما عندهم شي مساجد لنا يعني نروح نأجرها منهم إنما ممكن حاجات الشباب منهم ممكن نروح ونأجر ومن غير ما نأجر وبيعطوها لنا بفري لأننا نحن ندفع في التاكس وجالياتنا من الجاليات اللي بتدفع لأن جالياتنا من الجاليات التي عندها بزنس اللي عندها كذا وفي معلومات عن الجالية لازم تعرفوها يعني ان من أكثر دي ثاني جالية بعد الجالية اليهودية في أمريكا في التعليم هذه آخر إحصائيات مركز أمريكية أصلا ثاني جالية أو ثاني مجموعة على أساس ديني يعني بكلمك مسلم يهودي مسيحي في التعليم العالي College and Up في أمريكا الجالية المسلمة وعندنا البيزنس والأغنياء لا حصر لهم أيضا داخل جاليتنا لكن مش مستثمرة بمعنى آخر احنا عندنا البروفيشنالز عددهم عالي جدا في كل المؤسسات يعني بنيدفع تاكس وتاكس محترم تمام والبيزنس بيدفع تاكس إذن هذه الأشياء التي ضرب التاكس ممكن أن نستفيد منه هم لا يمنعونك من الاستفادة منه لكن المساجد لا حيلة لك معها إلا أن توجدها أنت بنفسك وأن تكون موجود إذن نحن نحتاج إلى أن نفهم هذا المفهوم وأن نستعد لهذه المرحلة القادمة أننا نحتاج إلى كثير من المساجد نعم المساجد قد تحتاج إلى تطوير نعم المساجد قد تحتاج إلى برابج نعم المساجد قد لا تكون جاذبة للشباب الآن أنا أريد أن نربي شبابنا على هذه النقطة اسمعوها مني جيدا أنا أعلم بعض الإخوة ممكن يقول والله أنا المسجد يعني هيروح الولد مش لقي حاجة تجزبه هناك بيروح هناك مش لقي مش عامل له مش عارف طول التنس ولا مش عامل له هيروح يعمل إيه في المسجد اسمعوا يا إخوة اسمعوا مني هذه الكلمة وعوها جيدا أنا أريد كل أب فينا يعلم ابنه ويربيه أن المسجد إذا لم يكن فيه إلا الصلاة فقط يعني هيجي يصلي المغرب العشاء خلف الشيخ ويروح إذ لم يكن فيه إلا هكذا فلا بد أن يرتبط به بس أتركوا بقى حكاية البرامج وجذب الشباب أنا معاكم لا نمو نعمل نحن نشتغل نعمل ما عندي مشكلة في هذا لكن أنا يازم أربي أنا بقول لابني بقول لابني قم يلا تعالى معي لصلاة العشاء ابني أنا بقول له تعالى معي صلاة فأجابني إجابة صحقتني أنا بقول لي ليه هروح له الوقت ما فيش حاجة هناك ما فيش أي نشاط هناك ولا في حد من صحابها يبقى هناك هروح أعمل إيه عايز ناجم معك ليه بقول له عشان تصلي العشاء قال لي ما أنا هصلي هنا شوف الفكرة إذا أنا أخذت من كلامه هذا وقلت نعم أنا ما علمتوش الحكاية دي ما ربطوش على الحكاية دي فبدأت أوضح له المفهوم إنك إنتا تروح للمسجد فقط تصلي وترجع مش مشكلة هتقابل من مش مشكلة هيكون هناك نشاط ولا مش نعم دي في حد ذاتها كده هو المسجد كده أصلا هذا ما وظفته الأصلية الأشياء الأخرى بنكمل عايزين نجذب عايزين نعمل أنشطة نجيب الشباب والحبيب والمسجد أنا معك ولكن الأصل يجي يصلي ويمشي نربط بالمسجد كمسجد هذا ما يجب أن نربي عليه أبناء أنا ولا عذر لأحد أن يقول والله أصل المسجد ما فيش في أصل المسجد لا وإياك أن يسمع منك ابنك هذا قل له المسجد تصلي إذا لقيت في شيء تسمع وحاجة تستفيد منها خير وبركة ما فيش أنت مطالب كل يوم إذا كنت تستطيع على الأقل الصلاة يذهب إلى المغرب أو العشاء أو الفجر هذا على الأقل أن نربي أبناء على ذلك صدقوني إذا زرعنا فيهم هذا وارتبطوا بالمسجد للصلاة فقط فأنا أبشركم أن لا خوف عليهم إن شاء الله أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أبناء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من الله أيها الإخوة الأحباب قبل أن أغادر مكاني هذا نحن جئناكم من مسجد نورث بيرجين هذا المسجد في الفترة الأربع سنوات الأخيرة يرتاد أسبوعيا حوالي تسع مئة من أبنائنا عندنا دار القرآن يحضر فيها أسبوعيا حوالي أربع مئة والويك إند حوالي مئتين والريزنج ستار مدرسة فول تايم سكول يحضر فيها حوالي مئتين أيضا يعني الإجمالي في حدود ألف من أولادنا وغير طبعا الكبار اللي بيحضروا بيحضر في برامج الأخرى من الأولاد البابلك اللي هم لهم في دار القرآن ولا في هذه الأشياء في حوالي مئة أخرى حوالي ألف ألف ومئة من الأولاد يحضر إلى المسجد أسبوعيا حياتنا كنا كعادتنا يعني البلدنج موجود الحمد لله كبير بيتسع للناس والأمور ماشية إلى أن طلب تعديل بسيط في البلدنج فلما عرفوا بهذه الأرقام جاءونا بطلبات كانت مفاجئة هذه الطلبات تعديل كامل في الكونستركشن والأليفيتر والسيفتي والسبرينكل والآدي الأشياء وصلت إلى حوالي ستمائة ألف أو يزيد أو سبعمائة ألف دولار الحمد لله يعني أنجز منها الكثير ولكن كان قبلها بقليل قبل أن تطلب هذه الطلبات كنا نتوسع في قضية الباركينج حتى لا نؤذي الجيران فأنفقنا فيها حوالي سبعمائة ألف أيضا اشترينا بيتين ليهدم يكون مكانهم باركينج فكانت الضغطة كبيرة هو مطلوب أن ينهي هذه الأشياء لأن الانسبكشن على رأسنا ويجب أن ننهيها إن شاء الله فأحببنا أن نأتي إليكم والعلد من أول المساجد التي نذهب إليها لعلكم تشاركوا في الحفاظ على هذا المكان في خدمة حوالي ألف ومئة من أبنائنا غير الكبار غير الجمعة غير بقية الأنشطة ليستمر هذا المبنى في أداء عمله وننفذ ما تطلبه الستي وبخاصة هو في الحقيقة بيخدم السفتي بتاع أولدنا في هذه المنطقة فإن شاء الله أدعو إخواننا بما تستطيع يعني الذي يستطيع أن يدفع خمسين دولار مئة دولار مئتين دولار ألف دولار اللي ربنا يسر لك عليه إن شاء الله أرجو أن نتصبر دقائق بعد الجمعة لنجمع ما تجود به أنفسكم إن شاء الله وتبنوا لأنفسكم في هذا المسجد صدق جارية تبقى لكم إلى أن تلقوا الله سبحانه وتعالى بها إن شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وارحمنا فإنك بنا راحم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم واحفظ علينا أبناءنا اللهم احفظ علينا أبناءنا اللهم نشئهم لنا على الإيمان اللهم نشئهم لنا على الإيمان اللهم اجعلهم لدينك حاملين اللهم اجعلهم لدينك حاملين ولرايته رافعين ولمبادئه داعين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم واجعلهم لك شاكرين طائعين يا رب العالمين واحفظ هذه الجالية المباركة اللهم اقدر لها الخير اللهم اقدر لها الخير حيث كان اللهم احفظ علينا مؤسساتنا واحفظ علينا مساجدنا واحفظ علينا أحوام والنا وأزواجنا وبيوتنا إنك يا مولانا على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك برحمتك وبعفوك وبمغفرتك أن ترحم وتعفو وترفع الهم عن إخواننا في كل مكان في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفك الحصار عن أهل غز اللهم فك الحصار عن أهل غز وحرر لنا المسجد الأقصى الأسير اللهم حرر لنا المسجد الأقصى الأسير اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فجعل كيده في نحره إنك يا مولانا على كل شيء قدير قوموا إلى صلاتكم صلاتكم تكتبوا آثار الله أكبر الله